كاين مستطمرة راي تنتج خيرك يا ربي ولكن ما ما عندوش وين يسوقها من توجو ديما ديما بسم الله الرحمن الرحيم وأصلي وأسلم على أشرف خلق الله سيدي وحبيبي وقرة العين محمد صلى الله عليه وسلم سيد المشاهدون صلى الله وأوقاتكم بكل خير خيرات بلادي متوجدون حاليا بمنطقة حاسي غانم بولاية المنيعة والتي تتبعد عن مدينة المنيعة بحوالي 40 كم ومن إحدى المستثمرات الفلاحية لابن مدينة المنيعة الفلاح والمستثمر مصطفى تطاف الظاهر في الصورة اللي راح ينتحط على دخوله إلى عالم الفلاحة من البداية حتى النهاية الأخ مصطفى أنت ضيف في هذا الشاشة أستاذ المشاهدون عبر آتير إداعة الجزائر مل منيعة عرمي شوف فيك لنبدو نحق البداياتك في عالم الفلاح بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته معكم المستثمر مصطفى تطاف متواجد في بلدي بلديت المنيعة وولاية المنيعة في حاسي غانم مصطفى تطاف بدأ استثمار الفلاحة من سنة 2007 دخلت الأمور على الفلاحة هذه وكانت الأمور صحيح الظروف كانت شوية صعيبة وكانت الأمور صعيبة حتى باش تتنقل من مدينة المنيعة إلى هنا لازم تعود عندك سيارة والحمد لله يا ربي يبدأ الإنسان بشوي بشوي والله ما لك الحمد واليوم الحمد لله يا ربي البدايات المستثمرات تاعك ربما في بدايتك 2007 ربما كشفية تري سيتي كنتت مشو بالمعزود كنا مشو بالمعزود كنا مشو بالمعزود كنا نجيب المعزود مازال ذاك الوقت من المنيعة ونجيبوه كنا بالعقل بالعقل لكن ما كانش الإنتاج وما كانش الفلاحة كما عكا فالإنسان ديما بشوي بشوي بالبداية بشوي بشوي بدأنا بل مع الخضروات والحمد لله يا ربي الحمد لله نتكلم ربما أيضا على بدايتك في عالم الفلاحة في هذا المكان يعني بوش بدايت بالقمح في بدل خضراء كي بدأنا بداينا في السين الأولى بدأنا بالخضراء الخضراء كنا ديما ديما كان الإنسان الخضروات هذه كشوي شوية ما معايقanti البداية سوية صعبة وكانت الأمور بدأ الإنسان بشوي بشوي والحمد لله حتى بدأ لنا نخدمه في القمح خدمنا القمح السنوات ومن بعد عود خدمنا الشعير ومن بعد هذه السنوات هذه نتج هنا من مادة البطاطا والخضروات وما شبه ذلك وما يمطع القمح نرى لنا نخدمه يعني كما نقول مادة البطاطا المطلوبة في الأسواق الجزائرية نتكلم ربما المنطقة هذه وش حال فيها من هكتار وش حال أنتجتها هذا الموسم والله هذا المنطقة على مستوى البيبو فيها 30 هكتار وقال لحسب الإنتاج تلقى مثال كيما نقول 400-450 قنطار في الهكتار 450 هكتار ربما في 30 هكتار ايه تلقى في 30 في الهكتار في الهكتار تلقى حوالي 400 وهذا البطاطا أخويا مستفادية يتبط السوق المنيع وينترو والله السوق المنيع نهبطوها نقول فعلا نهبطو السوق المنيع بصوى لكيما سوق المنيع تقريب معناتها كيما نقولو ما يكفيش الواحدة أدرى بها أنها ولاية ما زالت فاتية كل واحد أدرى بها بالنسبة لكيما نقولو التسوق رانا ديما نتسوقو على البر ديما ديما الأسواق لتعويليات الأخرى أنه ما تجيرو لين؟ بطبع الحال هذا ما يجيش المنيع موش ما يجيش المنيع المنيع كيما نقولو أنها ما عدناش عدنا المنيع نددو لها شاحنة واحدة قد وكي ندخلوا شاحنة واحدة حنا السوق المنيع احتمال بلاك يغطي يغطي وعدنا لا سوق تجزيئة ما عدنا سوق جملة وكي نددنا سوق جملة احتمال كل المنتوج هذا يدخل السوق الجملة تعال منيع يعني بمعنى آخر أنك مثلا كما تقول بالسوق المنيع ما تكتبط له البطاطة هذي سنوح تخسر فيها فيها تبط له سيمي ولذلك المطلوب وشنه هو المطلوب أنها نطلبو من السلوطات ديما ديما يشوفوا ديرونا سوق جملة سوق جملة سوق جملة أنه بالفوالة باللي دركة مثال كما نقول المنتوجات هذه اللي رأي متواجدة دركة هنا يعدنا بالنسبة في المستثمارات الفلاحية كل عبر الولاية أنه درك ما يقدرش ما عنده شوين يديها هذي مئات مئات القناطين ها بارك الله مستحيل تهبطها في سوق المنيع بالمستحيل وكان طيق تهبطها سوق جملة لو كان كان سوق جملة احتمال قاع المنتوج هذا يدخل سوق الجملة وبدالك هبط المنيع ويجو ويجو التجار تعالو الولايات الاخرين المجاورة يبدو يسرجوا من سوق الجملة تعالو المنيع ويدو يسوقوا في الأسواق التاحة ولهذا نرى مدى بنا ديما أنه يعود عندنا سوق جملة سوق جملة أنه يغطي ياسر ياسر المنيع تستاهل سوق جملة لأنه في مئات المستثمير الفلاحين كين مستثميرين أكثر أكثر من مصطفى كين مستثميرين ستنتج خيرك يا ربي ولكن ما عنده يسوقها يقول أن يدير 110 قطار تاكل تاكل هكتار هيا وتسع قطار تاكل هارض لكن لو كان كين سوق جملة تولي ديما كان جديد في السوق ديما الفلاح يخدم خطر عنده وين يدي ويش يخدم ربما فصل الصيف فصل الصيف ربما يبدأ منه ما يولهيل هل فلاح يعني يعني من مشكل والله الفلاح ديما ديما الحواج لي يعني منهم أنه غرف التبريد أنها غرف التبريد أنه هنا يرى وين ما كان ما عندنا غرف التبريد على مستوى الولاي حين لو كان جيت عدد غرف التبريد درك على وشح البطاطا درك اللي فيها ديما ديما المثال ترانسبور هو اللي تلقاها ياسر يدي ويجيب صحيح لكننا مالو كان منتوجات وكاين هنا سورة نقول القورة في التبريد يقدر درك الإنسان مثال البطاطا في 5000 ما تفوت 6000 لخاطر على الأساس وشنو هو متواجد لف البلاد ما كان شغال دي بلاس مو ويجيب ويدي خيرك يا ربي بسرعة لكننا راي ديما لانجاز تعني يطلع للشمال يطلع للشمال يروح يتبرد في الشمال يعود يرجع لنا هنا الجانب كي يميت اتباع هنا بأسعار خيالية ها بارك الله هنا يرى عدنا في المناعة كي يلحق يقول 35 45 واربعين في الكيلو وتع لانجاز هو غير انجاز التاع يتبرد لها وعود جانا ما لا يفو احنا مدى هنا يقعد بسعر منخفض لخاطر وشنوى ديما كان واحد الحواج يدعم الفلاح وهي يتشجع الفلاح احنا يرى من اهم الحواج يتعود عدنا سوق جملة وتعود عدنا غرف التبريد بل لانه الفلاح يتلقى الصعوبات لا في الانتاج ولا في العمل لا ينجي غرف التبريد ولازم lobster ي marketing لدي ل ي شكرا